تركية تركية كشفت عن وثائق تخص المخابرات التركية تؤكد ضلوع جبهة النصر الارهابية في التفجيرات الارهابية التي استهدفت بلدة الريحانية في لواء اسكندرون المحتل مؤخرا عدت لمقتل وجرح العشرات واضافت الصحيفة انه رغم علم المخابرات التركية المسبق بالتفجير لم تبذل اي جهد لمنع الكارثة ما يعني انها متواطئة مع جبهة النصر الارهابية في الجريمة واستهجنت الصحيفة دفاع احمد داود اوغلو وزير الخارجية التركية عن جبهة النصر الارهابية وانفت ورطها في الجريمة رغم انه كان على علم مسبق بان الجهات الامنية المعنية احالت تلك الوثائق الى المدعي العام للجمهورية